نروح نشوف مع بعض أهداف المباراة ده الهدف الأول اللي أحرزه محمد أشرف كرة عرضية من ناحية الشمال وقدر يوجهها في الزاوية البعيدة الحالي سنونا فيها صعوبة يعني وفيها مهارة كبيرة ضربات الرأس هدف من الهدف الحلوة اللي أحرزه محمد أشرف وده قدر يفتتح بيه أهداف الناد الأهلي فيه ثلاثية الفوز أمام السموح ده الهدف التاني كان من راكل الجزاء وتصدى للراكلتين محمد عبدالفتاح تاحة قدر يحطها بهدوء بثقة يعني فيها قوة على الشمال حارس المرمى محمد عبدالفتاح تاحة واحد من الهدفين المميزين في قطاع النشيب الناد الأهلي وأيضا واحد من هدفي المسابقة مسابقة 2007 دوري الجمهوري ده الهدف التاني للناد الأهلي والهدف التالت أيضا محمد عبدالفتاح تاحة برضو أيضا راكل الجزاء تصدى لها ومن الواضح أن الكابتن وسامة زاكي المدير الفني يعني هو حطه رقم واحد في تزديد راكلات الجزاء عنده الثقة عنده القوة عنده المهارة عنده الشخصية أنه يسدد راكل الجزاء صحيحة كرة من على الخط فيها طبعا يعني تهور من لعب سموحة قدر برضو يسددها على عكس الزاوية التانية محمد عبدالفتاح تاحة